موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الأكتدائي درسنا اليوم يونت 8 لسن 2 يونت 8 الدس الثاني أنوان الدرس بريد الكتروني صديق موجود بصفحة 107 من كتاب الطالب صفحة 105 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 107 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة read the email اقرأ هذا البريد الالكتروني write the correct verbs واكتبوا الأفعال بصيغتها الصحيحة هنا منطيني email يطلب من عندي أني أقرأ بما أنه قل لي read اقرأ فهذا النشاط لتطوير مهارة القراءة بالإضافة إلى ذلك بنفس الوقت يطلب من عندي أني الأفعال اللي باللون الأزرق أصححها لشي يشبهها استاذ هي أفعال خاطئة ورح نلاحظ أني يجب أن نقوم بتغييرها إلى الماضي حسب ما رح نجي نوضحها بالدقائق القادمة فهنا نجي نتعرف على شكل الإيميل أو البريد الالكتروني مثل ما وضحنا بدروس سابقة أنه يجب أن يبدأ البريد الالكتروني بto معناها إلى زادا اسم صديقي write your name here اكتب اسمك هنا ليش لأني ريان دازل إياها فاعتباره دازل الرسالة إلي فاكتب اسمي هنا باعتباره هو دازل الرسالة اللي هو آني صديقة بعد subject الموضوع my holiday was great عطلتي كانت عظيمة ننتبه was معناها كانت إذن العطلة كانت بالماضي والأفعال اللي مستخدمها هنا جميعها أفعال مضارعة لذلك لازم أغيرها لصيغتها الماضية إذن عرفنا شو رح نسوي الأفعال زين أستاذ وانا أكتب الأفعال أكتبها بالفراغات اللي منطنيها بأسفل التمرين أنا رتبتها بهاي الطريقة على مو تكون أسهل بعدها رح يقول لي listen and check your answers استمعوا وتفقد إجاباتك إذن رح نجي نقرأ الإيميل نوضح مفرداتها ونصحح الأفعال اللي موجودة به وبعدها رح نروح للمطلوب حفظه من هذا الإيميل نبدأ بقراءة الإيميل ريان يتحدث يقول my holiday is great أطلتي عظيما بما أنه قل لي is فلازم أصححها ليش لأن هذه مظاهرة أريدها بالماضي فهو مصحح ليها كاتب لي was my holiday was great أطلتي كانت عظيمة we went to Egypt ذهبنا إلى إيجب نلاحظ أنه went ذهب الماضي مع القو يذهب we went to Egypt ذهبنا إلى مصر we fly there by plane طرنا إلى هناك بواسطة الطائرة فهنان الفعل fly أحث وخل بدالة flew الماضي مع الفلاي flew fly يطير flew طار it was my first time on a plane إنها كانت المرة الأولى لي على الطائرة and it was very exciting وكانت مثيرة جدا my little sister doesn't like it أخت الصغيرة لا تحبها كذلك doesn't أشيرها أخلي بدالها didn't الماضي ما does did بمعنها منفية فأخلي didn't didn't like it لم تحجبها and she cried وبكت we do lots of fun things and see amazing places نفعل كثير من الأشياء ونرى الكثير من الأماكن المذهلة شن الماضي ما تدو الماضي ما تدو did فاش رح أصير we did lots of fun things فعلنا بالماضي فعلنا الكثير من الأشياء الممتعة and saw see يرى saw رأى we saw amazing places ورأينا أماكن مذهلة I like the pyramids هنا ننتبه أن الآي ما يأخذ فعل بي أس الشخص الثالث مثل ما وضحنا بقطعة مسترهادي هنا أنا أما تريد تخليه بالماضي أو تريد تخليه بالمضارع مثلا نقول I like the pyramids أعجبتني الأهرامات أو I like the pyramids أنا أحب الأهرامات سواء خليت المضارع أو ماضي صحيح لكن ما يصير أخلي أس الشخص الثالث I like the pyramids أعجبتني الأهرامات best أكثر شيء because they are very big لأنها كبيرة جدا and very old وقديمة جدا I rode on a camel ركبت على الجمل with my dad مع أبي and that is fun وذلك ممتع اللي إز أشيلها أخلي بدالها was مش أقول that was fun كان ذلك ممتعا كان ذلك ممتعا camels are very big الجمال جدا كبيرة this photo is of a big market we went to هذه الصورة هي اللي سوق كبير قمنا بزيارته أو ذهبنا إلي I buy lots of seven years أنا أشتري الكثير من الهدايا التذكارية buy يشتري الماضي ما تبوت فش تصير I bought lots of seven years اشتريتوا بالماضي الكثير من الهدايا التذكارية and presents here والهدايا look at some other photos انظر إلى بعض الصور الأخرى I take التي التقطتها هناك take لازم أخلي بدالها took الماضي ما take يلتقب took التقط what can you see ماذا يمكنك رؤيتها this is my quiz for you هذا هو امتحاني القصير لك email back and tell me قم بالرد على البريد الإلكتروني وأخبرني Ryan هذه الرسالة دازها Ryan ننتبه لهذه الجملة الأخيرة انه قل لي this is my quiz for you هذا هو اختباري لك لأن بالدرس القادم رح نشوف انه عبارة عن اختبار Ryan Elia عن الاشياء اللي عملها برحلته بعدها بعد ما قرأنا النص ووضحنا مفرداته وصححنا الأفعال المتعلقة بي يطلب من عندي ان يستمع وأتفقد إجاباتي من يحتاج نستمع المقطع الصوتي لأن احنا وضحناه بطريقة وافية هذا ما يخص هذا النشاط هو مجرد نشاط للقراءة وتصحيح الأفعال يريدنا نراجع الأفعال وصيغتها الماضية اللي اخدناها نبدأه السابقة وذكرنا ننذن الأفعال وضرورة جدا أن نحفظها نملاه معاني بصيغة المضارعة والماضية ننتقل إلى كتاب النشاط محادثة بين تلاميذ اثنين يطلب يقول لي let's remember فلنتذكر شننتذكر خلنا نجي نشوف لنا نريد راجع لي يا موضوع الشخصية اللي ولا تقول You can't count lemonade لا يمكنك عد عصير الليمون But you can count tins of lemonade لكن يمكنك عد علب عصار الليمون بعد So we say لذلك نقول Is there any lemonade Or are there any tins of lemonade هل هناك أي عصير الليمون أو هل هناك أي علب عصير الليمون هنا إذا تذكرون الموضوع المتعلق بالغير معدول وشلون نسوي معدول هنا نبحث في التمرين رح يراجع لي مراجعة شاملة للموضوع شي يقول لي يقول لي أوضع صح على هذن الأشياء إذا كانت countable معدودة أو uncountable غير معدودة مثلا tins of lemonade علب عصار الليمون هل هذا الشي countable معدود لو uncountable غير معدود بما أنه بي tins علب إذن هذا countable معدود أما إذا جتني lemonade وحدها رح أقول uncountable غير معدود عصير الليمون غير معدود لكن علب عصار الليمون هي المعدودة صلاة صلطة إذن countable هل هي معدودة or uncountable غير معدودة ذكرنا بالوحدات السابقة أن الصلاة تعتبر uncountable غير معدودة water ماء كذلك uncountable cherries الكرز countable eggs البيض نعتبر countable وبعض الأحيان نعتبرها uncountable meat لحم uncountable rice رز uncountable box of chocolates صندوق الشوكولاتة countable milk uncountable bread خبز uncountable cookies معجنات countable والشيز الجبن uncountable هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يريدنا أراجع الأكلات والمشروبات وياها منها المعدود وياها منها غير معدود مثل ما وضحنا أن هذا اليونت عبارة عن مراجعة هنا يريدنا أراجع هذه الأشياء التي أخذناها هنا بوحدات السابقة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا به إيميل قررنا الإيميل ووضحنا مفرداته وصححنا الأفعال الموجودة به وذكرنا أن هذا النشاط للقراءة ويريدني أراجع الأفعال وصيغتهم الماضية التي ذكرنا بدروه السابقة أنها أفعال مهمة جدا أن نحفظهم ملاه ومعاني بالإضافة إلى ذلك راجعنا موضوع countable uncountable المعدود والغير معدود والكلمات المتعلقة بكل وحدة من أدهن ما إذا كانت countable معدودة أو uncountable غير معدودة ختاما شكرا لمتابعاتكم للفيديو أي سؤالة أو استفسارة أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معها على حسابات الموجودة معكم على الشاشة